ايه رأيك في عبدالله و ايه رأيك انه وصل رايح الاربعين سنة ولسه محافظ على نفسه عبدالله من النوعية النادرة بصراحة في مصر يعني انا هتكلم كورة انا زي ما قلتلك فقبل الفاصل كنا بنتكلم انا وحضرتك مفيش مرة كنت استلم الكورة لازم الاقي فاضي دي بتحرك اه التحرك طبعا بتفرق من اللعيب للعيب يعني انا على طول ده كان بيسهل لنا دوري في نص المرأة على طول كنت مثلا استلم الكورة الاقي فاضي على طول فالعيب محافظ على نفسه محافظ على وزنه محافظ على اكله شربه بقى حياته مثلا اللي برا الكورة دي محافظ عليها بصراحة وكان فيه بقى قدام كان كذا حد ايه رأي في فلابي كان فيه متعب وفلابي اه كان جامل جدا بس هو يعني اول سنة اه طبعا اه جي معنا ما كانش موفق تبس األكم سؤال ظريف اوي تعرف احنا كلعيبة كورة يعني اول سنة ما جيه وما بجابش بيجيب الجوان ويبقى مفرد ويضيع ومانلو جزيه كان مصمم عليه والناس كان بتقولك ده ما عندوش فكرة ولازم يه مش فاكر انت فاكر انا من فاطر كنت انتوا في التمرين بتقولوا عليه ايه يعني انا فاكر كان فيه ناس من لعبت الاهل يقول ليه في التمرين جامد جدا جدا اه اه بس في المطش وحش اه لا لا في التمرين جامد جدا وبيجيب الجوان وبدماغه بالشمال وباليمين بس هو مستنمره الجزيه عينه زي ما قلت لحضرتك عينه حلوة فقال له لا عادي انت اعمل بس اللي عليك وتمرن واكيد لما الفرصة هتجيلك وتجيب اول جون او تاني جون الدنيا هتفتح معك وفعلا طيب ايه رأيك في الجيل الاهلي الحالي او الاجيال الحالية والاجيال بتاعتكو هل فرق كبير احساب بصراحة هي فرق اه هقولك في السوشيال ميديا يعني السوشيال ميديا دلوقتي بقت اكتر والناس مركزة فيها اوي هي دل المشكلة بس في جيلنا ما كانش فيه السوشيال ميديا اوي فعلى طول كنا مركزين في حتة الكرة بس